النسخة الأولى نجاح كبير جداً وشوفنا تقلق للمهرجان بشكل عام بكل فعلياته شايف الدورة التانية إن شاء الله هتبقى عاملة إزاي إيه اللي هيميز الدورة دي عن الدورة اللي فاتت الحقيقة أنه نجاح الدورة الأولى من مهرجان العالمين وضع مسؤولية كبيرة جداً على القائمين على المهرجان في أنه يبقى فيه شيء جديد في الدورة التانية تحدي تحدي كبير طبعاً والحقيقة أنه المهرجان السنة دي يمكن يكون متنوع بشكل أكبر منقسم لعدة مهرجانات جوه المهرجان الكبير أو المظلة اللي بتحمل اسم مهرجان العالمين يعني السنة دي يمكن من الحاجات الجديدة اللي دخلت على مهرجان العالمين فكرة مهرجان نبتة للطفل ويمكن دي فكرة أعتقد أنها متفردة وجديدة في فكرة مهرجانات الترفيه بمعنى أنه مهرجان العالمين هنا بيؤسس أو بيرسخ لفكرة أنه هذا المهرجان موجه للأسرة بشكل كامل مش شرط الكبار بس لكن برضو الأطفال بحكم أنه إحنا في فترة صيف وفي أجازات وبحر وساحل وفسح ومصايف فبردو أكيد الأطفال هيبقوا من العناصر المهمة جداً اللي لازم أن المهرجان يتوجه لها بأعمال بقى فنية أعمال ترفيهية وفقاً للخطة الموضوعة لفكرة مهرجان نبتة على جانب تاني مثلاً أنا معجب بفكرة أنه يبقى فيه مهرجان للطبخ دي حاجة يعني جديدة على فكرة سياحة الطبخ من أكثر السياحات في العالم اللي بتحقق ده في دول فيها مدن بتروح الوفود السياحية تطبخ مع الست وتتعلم الكلام ده ده بيحصل في ماليزيا بيحصل في اليابان بيحصل عمول في دول الأسيوية ففكرة الطبخ أصلاً أو سياحة الطبخ ده رافع الجديد إحنا ما يريدنا عززه في النهبة في وجه بحري في الصعيد بالتأكيد والفكرة نفسها أنه استغلال حدث يعني مهرجان العالمين في توسعة الفقرات والتوجهات الخاصة بالمهرجان أنه لا يقتصر على الموسيقى والغناء والحفلات فقط أنه في مهرجان رياضي السنة الفاتح كان فيه مهرجان رياضي طبعاً أنه يبقى فيه بجانب مهرجان رياضي مهرجان معاني بالطبخ بجانب أنه حصل تطور بقى فيه شكل الحفلات وهيبقى فيه تطور فيه الأسماء اللي هتبقى موجودة من النجوم يعني السنة دي أعلن عن وجود ثلاثة أسامي مهمة زي عمر دياب ومحمد مونير وكازم الساهر بجانب طبعاً وجز من الأسامي اللي الشباب يحبوها وكايروكي وأعتقد فيه أسامي أخرى طبعاً هيتم الإعلان عنها على مدار الأيام الجاية وخلال فعاليات البهرجان طبعاً